متى 21 نشوف فيه مثالين مثل فيه السلطان المسيح الشخصي على المملكة الحيوانية اللي هو الجحش ابن الأتان دي في الأعداد السبعة الأولانية أرسل يسوع تلميزين لما اقتربوا من أرشاليم وجوا إلى بيت فاجي قائلا لهم اذهبوا إلى القرية التي أمامكم فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها فحلا هما واتيان بهم وإن قال لكما أحد شيئا فقول الرب محتاج إليهما فالوقت يرسلهما عشان دا يتم مقيلة بالنبي القائل هو دا ملكك يأتيك وديعا ركبا على أتان وجحش ابن أتان ولما ذاهب التلميزان لقوا الأتان المربوطة والجحش معها يعني أتان مربوطة وجحش معها في مكان معين وقاعدين كأنهم مستنيين التلميزين أو الرسولين علم المسيح السابق ومعرفته لكل الأحداث وسلطانه على الحيوانات لأنه هو الله بالضبط لأنه هو الله علمه السابق ثم سلطانه على هذه الحيوانات المسيح الثاني بقى برضو من نفس الأصحاح للاختصار في عدد تمنتاشر في عدد تمنتاشر وفي الصبح إذ كان رجعا إلى المدينة جاع برضو في أصح 21 من إنجيل مت فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط فقال لها لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد فيبست التين في الحال فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين كيف يبست التين في الحال سلطانه على المملكة النباتية يبستين في الحال في نفس اللحظة المفروض دي تموت بعد وقت طويل جدا أو تنتهي بعد وقت طويل جدا فالله له سلطان على عدد التسمية وعلى المملكة النباتية وكذلك المسيح له السلطان على عدد تسمية البشر وعلى المملكة الحيوانية وعلى المملكة النباتية مما يؤكد أن المسيح هو الله